مجلس الشورى عندنا مجلسين في اليمن مجلس الشورى في صنعاء واصل قلساته باستمرار حتى الآن إلى قبل رمضان بينما مجلس الشورى في الرياض لم يعقد ولا قلسة واحدة لماذا؟ كما قلت لك المفروض أنهم في مجلس الشورى واحد زي ما هم لك مجلس النومة واحد نحن دولة واحدة هذا الشورى ممكن؟ المفروض هكذا يفترض أنه مجلس الشورى واحد ولكن هذا مجلس الشورى الآخر يعني في صنعاء ذي رسول أخ محمد العيدروس يعني يجتمع ويلتقوا ويناقشوا أسمع ونقرأ ولكن الذي في الرياض لم يقبل هذا القصر خضاء من الرئيس الدولة وخضاء من الرئيس سنتين برواتب بدون اقتماع وخضاء من الرئيس المجلس الدكتور رحمد بن داغر المفروض أنه كل واحد يكون واجبة يعني ليس فقط مسألة مرتبات وإعتمادات وكذا يعني علينا واجب وخاصة لما تكون البلد بحرب أنا وجدت لما كنت وزير الدولة شؤون مجلس النومة والشورى أن نقاشات تتم في مجلس الشورى لأنهم كلهم خبراء وأصحاب خبرات يعني مواضع في غاية الأهمية والآراء التي تقدم يعني من أفضل آراء ولذلك اضطريت أني أرجع إلى جميع مخرجات مجلس الشورى وعملتها في كتيبات ووزعتها للوزارة لأهميته وكنت شكلت لجان كيف نبدأ نتابع الوزارة في تنفيذ هذه التوصيات لأنه ربما تختلف على التوصيات لمجلس النواب إلى حد كبير لأن المجلس النواب وراء أنكتال سياسية لكن هذا مجلس خبراء كلهم شخصيات كبيرة ومجربة وعندها خبرة يعني لما تشوف الدراسة المواضع في مجلس الشورى ودراسة المواضع في مجلس النواب في مجلس الشورى أرقاء لأنها كلهم خبرات وكلهم شخصيات يعني لو كان ننعقد كنفات الرئيس هذه استفاد منهم